شهدنا أعنف انفجار منذ العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت بعد الواحدة بعد منتصف الليل صوت الانفجار حز أرجاء مدينة جنين ومخيم جنين وتحديدا في المنطقة التي يركز فيها الزميل شادي جرارعا في عمق الصورة هذا المكان تعرض لانفجار كبير للغاية قبل اللحظات بينما كان يتحدث الدكتور وسامة بكر عن تفاصيل الوضع الصحي لا يعلم على وجه اليقين ما الذي تم استهدافه لكن على الأقل يبدو أنه منزل في المنطقة هذه النقطة على وجه التحديد هي وسط المخيم أي نحن نتحدث عن ساحة المخيم التي تتعرض لمصرح العمليات الأكبر لوصول الآليات العسكرية من المدخل الغربي بعد ذلك بنحو 300 متر تصل الآليات العسكرية إلى ساحة المخيم الرئيسية حيث تعرض النادي في تلك النقطة لعملية القصف تعرضت منازل لعملية القصف والآن أستمع إلى أصوات اشتباكات مسلحة في هذه اللحظات على وقع العملية العسكرية الإسرائيلية في هذه اللحظات طبعا بنك الأهداف عندما نتحدث عن بنك الأهداف ما الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي تحدث عن اعتقال 15 مواطنا فلسطينيا لم يحدد هوية المواطنين هل هم منخرطون في الأضرع العسكرية أم أنهم فقط مواطنون من داخل المنازل تم اعتقالهم خلاله هذا العدوان الكبير الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه مخيم جنين صلاح الاشتباكات في نطاق المنطقة التي تعرضت قبل قليل لعملية إطلاق للتفجير نستمع إلى أصوات إطلاق نار كثيفة في هذه اللحظات وهناك يعني قصف يستهدف مسرح الحرية إذن هناك تفجير يستهدف مسرح الحرية في مخيم جنين هذا المتنفس والوجه الآخر بعيدا عن الحرب وبعيدا عن المواجهة الذي يعني يشعر به الأطفال والمنخرطون في الحياة بمجال وحيز تقصفه إسرائيل وبالتالي تريد إسرائيل اليوم من خلال عملية التفجير والاستهداف في هذا المسرح هذا العدوان على جنين لم يطل أي كما قيل إسرائيليا منشآت تستخدم لتصنيع العبوات الناسفة وغيرها يعني أنت الآن تتحدث حول قصف إسرائيلي يستهدف مسرح الحرية في جنين هذا المسرح كان يستخدم في الترفيه عن الأطفال داخل المخيم صحيح وكأن إسرائيل تريد بعالي الصوت اليوم وأمام أنظار العالم وأمام ما ترقبه كل وسائل الإعلام أن تقول لا صوت اليوم إلا لصوت الموت والانفجار والدمار في مخيم جنين كأنها تريد تدفيع الشارع الفلسطيني ثمنا لكن يؤكد الشارع الفلسطيني أنهم أصحاب حق أمام هذه المواجهة الشاملة أمام الأليات العسكرية الإسرائيلية في ظل استمرار المداهمات والمواجهات يعني نحن على أطراف المدخل الغربي حقيقة صراح لكن بقينا في محيط مستشفى إبن سينة اعتلينا سطح بناية سكنية ومن هنا نرصد المخيم هذه الصور المباشرة حيث جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق كل الطرق المؤدية إلى المخيم ووردتني الآن في هذه اللحظات لقطات وصور حصرية من داخل المخيم حيث تظهر هذه الصور الجرافات العسكرية الإسرائيلية وهي تكون بعمليات تجريف واسعة داخل المخيم التقطها لنا بعض الأشخاص والسكان داخل المخيم وتظهر حجم الدمار وحجم الإعاقة التي تتعرض لها تواقم الإسعاف في محاولة الوصول للمصابين على وقع طبعا استمرار هذا العدوان الإسرائيلي الكبير الآن اشتباكات تتركز في محيط المقبرة وتحديدا على المدخل الغربي وهناك تبادل لإطلاق النار في تلك النقطة أمام هذا العدوان الكبير في هذه النقطة نعم تحديدا على المدخل الغربي بشكل واضح نستطيع تمييز أن هناك اشتباكات مسلحة عنيفة في هذه الأثناء بينما طائرات الاستطلاء استمع إلى انخفاضها بوتيرة أكبر نعم هناك انخفاض في وطيرة التحليق لهذه الطائرات بدأت يعني تنخفض بعملية التحليق على ارتفاعات منخفضة تحديدا في المنطقة الغربية من مخيم جنين في هذه اللحظات حيث الاشتباكات لا تزال مستمرة حقيقة استطيع سماع أصوات إطلاق النار وتبادل أصوات إطلاق النار في منطقة المدخل الغربي بالقرب من مدارس الوكالة في هذه المنطقة التصريحات المستويات الأمنية الإسرائيلية يعني تؤكد على اختلاف اليمين المتطرف وحتى أولئك الذين كانوا يخوضون المواجهات وصيغة الاحتجاجات على التعديلات القضائية وتحديدا المعارضة الإسرائيلية تقول هذه الأصوات الإسرائيلية أن عملية جيش الاحتلال مبررة في جنين وأن على الجميع الانتظار إلى حين انتصار الجيش في هذه المعركة إتمار بن كفير يقول أنه يجب أن ندع الجيش يعمل في المنطقة وننتظر النهاية هذه كل التصريحات تؤكد على أن إسرائيل من أقصى المعارضة إلى اليمين المتطرف إلى الذين صوتوا بنعم للتعديلات القضائية أو الذين قالوا لا كل ذلك ينخرطون الآن خلف خيار العدوان الإسرائيلي باتجاه مدينة جنين الآن هناك إطلاق رصاص هناك إطلاق رصاص بشكل كثيف نحن نقف في منطقة يعني مفتوحة حقيقة الآن صوت انفجار صوت انفجار هناك صوت انفجار كبير صوت انفجار كبير نحاول تحديد موقع هذا الانفجار نعم الآن انفجار آخر سلسلة انفجارات متتالية تهز مخيم جنين في هذه اللحظات سلسلة انفجارات متتالية نحاول تحديد المواقع لهذه الانفجارات حقيقة اصوات كبيرة تسمع في هذه اللحظات لهذا انفجار ثالث الآن انفجار ثالث صلاح على الهواء مباشرة الرابع الآن هذه الانفجارات لا تتوقف صلاح لا تتوقف هذه الانفجارات حيث نرقب هذه الصور المباشرة عبر شاشة الغد للعدوان الاسرائيلي من خلال رؤيتك هذه الانفجارات هل هي ناتجة عن ربما قصف جديد من قبل طائرات الاستطلاع ام عبوات ناسفة يعني حتى هذه اللحظة يمكن القول بانها عبوات ناسفة سيما في ظل محدودية الانفجار حقيقة لكن هناك التوالي بعملية تفجير هذه العبوات وكأن آلية عسكرية تم استهدافها في المنطقة سيما وأن الانفجارات الأربعة التي رصدناها قبل قليل صلاح تأتي ضمن يعني السياق الفلسطيني بمعنى أن عند مرور الآلية العسكرية الإسرائيلية يتم تفجير عدد من العبوات أو إلقائها باتجاه مركبات وآليات الاحتلال الإسرائيلي لاحقا يتم امطار هذه الآليات بواب الكثيف من الرصاص وكأنما يعني هي إيقاع هذه الآليات بحقل من كميل إطلاق النار تماما كما حدث في تفجير العبوات خلال الساعات الماضية أو قبل نحو أسبوع عندما تم تفجير وتدمير مدرعة النمر الإسرائيلية في منطقة الجابريات هذا الأسلوب هو الأسلوب الذي تتخذه المقاومة الفلسطينية في الضغط وإعطاب الآليات العسكرية الإسرائيلية لربما هدأت الآن الإنفجارات أو حدة إطلاق الرصاص من منطقة إلى أخرى ولكن يستمر فرض الحصار باتجاه المقيم على امتداد هذه الدائرة وهذه البقعة السكانية نحو 16 ألف فلسطيني يعيشون الآن تحت الحصار الإسرائيلي مع استمرار للمواجهات والدعوات في مناطق واسعة من الضفة الغربية في مناطق تول كرم أعلن الإضراب الشامل في مدينة نابلس هناك إعلان للحداد والإضراب وكذلك أيضا تعطيل الدوام الوجاهي في جامعة النجاح واعتبار اليوم دواما إلكترونيا لكن المشهد في الضفة يتصاعد ويتفاعل خلال الساعات القادمة وأن هناك تعزيزات عسكرية إسرائيلية في محيط المستوطنات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر